السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العمل تحدد موعد الشمولة الجديد براتب الرعاية ماذا عن سيارات ذو الإعاقة؟ أحصت وزارة العمل والشؤونة الاجتماعية عدد المبحوثين ضمن حملتها الكبرى للشمول بالحماية الاجتماعية فيما أكدت أن موعد اصدار وجبة جديدة من المشمولين براتب الحماية الاجتماعية مرهون بإقرار الموازنة وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية أن عملية البحث الاجتماعي مستمرة وتم بحث أكثر من 300 ألف أسرة في مغداد والمحافظات لافتا إلى أن الوزارة تستهدف بحدود 1.700.000 أسرة من المستحقين للشمول بالحماية الاجتماعية وأضاف العقابي أن موعد الصدور وجبة جديدة بأسماء المشمولين براتب الحماية الاجتماعية يعتمد على أقرار الموازنة وما يخصص من أموال خلال هذا العام وبخصوص مركبات ذو الإعاقة أوضح أن هناك فقرة في قانون رعاية ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 تسمح باستيراد السيارات لهذه الفئة وتكون ضمن المواصفات المطابقة أي تتلاءم مع نفس الشخصة الإعاقة بينها تخفيض أسعار التذاكر وتخصيص مقاعد للحج والتوظيف امتيازات حكومية لذو الإحتياجات الخاصة أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية عن أهم الميزات الحكومية لذو الإحتياجات الخاصة وفيما أشارت إلى التحرك لتعديل رواتب المعينة المتفرغ أكدت تخصيص مقاعد حج ووظائف وأراضي لذو الإحتياجات الخاصة وقال عضو اللجنة أمير المعموري أن شريح الذو الإعاقة والإحتياجات الخاصة مهمة حيث تم تشريع قوانين تهتم بهم وتقدم الخدمات اللازمة لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعطي حقوقهم سواء في الوزارات من خلال تخصيص راتب يخص الإعاقة بنسب معينة من خلال تعديل قانون رقم 38 لسنة 2013 ونعمل حاليا على تغييره وقد وصلت اللجنة إلى مراحل متقدمة بخصوص راتب المعين مبينا أن هناك مساعي لإكمال دراسة الصم البكم حيث يتوقف حاليا في الصف الرابع الابتدائي وأضاف أننا نعمل على توفير جميع المستلزمات لمساعدتهم في إكمال دراستهم من خلال توفير مناهج وبناء تحتية وتدريس وهذا يتعلق بوزارة التربية بشيرا إلى أن هناك جملة من الامتيازات لذوي الإحتياجات منها أصدار بطاقة هوية خاصة بهذه الشريحة التي تتميز بتخصيص منفذ مروري خاص عند الدخول إلى المطار مع تخفيض أسعار تذاكر السفر لأغراض العلاج الطبي بنسبة 50% مع المرافق وتخصيص نسبة في التقديم للدراسات العليا ومقاعد الحج والتوظيف وتوزيع قطع الأراضي في المحافظات وذكر أن مؤسسة الإسكان التعاونية قامت بمبادرة طيبة لدعم وتأهيل معهد المعاقين في منطقة اليارموك ورفضهم بمواد أولية تسهم في تدريب وتنمية قدرات هذه الشريحة المهمة والقضاء على البطالة من جانبه قال معاون مدير دائرة رعاية دول الاحتياجات الخاصة أصبح اليوم يمثلون إمكانات بشرية في كل الدول لخدمة المجتمع وليسوا عاطلين عن العمل لافتا إلى أنهم بحاجة إلى عناية خاصة تجعلهم أفرادا يمكنهم التناغم مع سوق العمل وقيامهم بعملهم ليكونوا منتجين وذكر أن محافظة بغداد خصصت ضمن قانون الدعم الطارئ نسبة 5% من الدرجات الوظيفية لتعيين هؤلاء الأفراد حيث أن النسبة وإن كانت ضئيلة لكنها مهمة وتتناسب مع عدد الأفراد المنضوين في معاهدنا وورشنا المحلية معتبرا أنها خطوة إيجابية ووضح أن دائرة رعاية دول الاحتياجات الخاصة لديها 50 وحدة منها الدورة الإيوائية للإيتام وبعضهم في سن الطفولة المبكرة ونحاول دمجهم في أسرة جديدة لسلوك السلم الطبيعي في المجتمع للتقدم والتطور ولكن البعض الآخر لا يمكن دمجهم عندما يبلغ سن الثامن عشر وفق القانون السابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر